طيب هنروح للسباحة من يومين شفنا توقيع بروتوكول المهندس سياسر إدريس رئيس رئيس اتحاد السباحة مع ممثلين الاتحاد الدولي لإستضافة مصر لبطولات كبيرة في السباحة وده الحقيقة خبر مسمعناهوش كتير في مصر اهو الصورة هي الاتحاد الدولي للسباحة فينا اعلن إستضافة مصر لتلات بطولات عالمية وده طبعا كان في وجود الدكتور أشف صبح والبرتوكول ده توقع يعني احنا ما كناش معارفين نمنس حين البرتوكول ده بيتوقع إستضافة مصر تلات بطولات عالمية في منطقة الأهرامات بداية من 2023 وحتى 2026 لسه عندنا وقت وقال الاتحاد الدولي على مقوع أنه وقع اتفاق مع الاتحاد المصري عشان مصر تستضيف تلات بطولات ده ولي ايه هم تلات بطولات مصر هتبدأ البطولات دي بكأس العالم للغطس العالي واللي هيشارك فيه أفضل غواصين في العالم في مسابقتين هم 27 متر للرجال و20 متر للسيدات وبعدين بطولة الجائزة الكبرى للغطس واللي هتتلاقي في نفس المقاسات 27 رجال و20 متر الارتفاع نفس المقاسات اللومبية نفس المقاسات اللومبية تحتى 7 متر و7 متر دي هتبقى الجائزة الكبرى ومن بعدهم بطولة العالم للسباحة الفنية بأشكالها المختلفة تلات بطولات يعني احنا لو بنحلم مش هنشوفهم في مصر لأنه البطولات دي يعني بتبقى ليها أولا عايزة ساعة بشكل معين عايزة حمام سباحة بشكل معين عايزة ميا بشكل معين طبعا احنا عندنا من هنا لغاية 20-20 فترة كافية عشان مصر تبتدي الجاهز طبعا احنا عندنا بنية تحتية يعني تقدر ولكن انت مستعد يعني لازم تمرن كوادرك تستعد البطولة زي دي الحقيقة خبر أسعدنا جدا وده استكمالا لسلسلة استضافة مصر أو مصر استضافة مصر لسلسلة كبيرة من البطولات الدولية بدأت أو بداية ببطولة العالم لكرة اليدة استضافناها في وقت صعب في وقت صعب جدا نجحت مصر في استضافتها مرورا بكل البطولات الخماسي وغيره وغيره البطولات اللي احنا استضافناها ومصر بتثبت مع الوقت انها قادرة على استضافة كبريات الاحداث الرياضية على مستوى العالم شكرا